أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لـ 151707 مواطنين فوق السن الخامسة وستين عاماً ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن ذلك منذ انطلاق برنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي أشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال 401 مركز طبي موزع على جميع الإدارات الصحية في 21 محافظة كمرحلة أولى وأضافت الوزارة أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب